ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبداللانسور اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين طلع خلاله على الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لتوفير السلع والمواد الأساسية والمواد الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك بجودة عالية وأسعار مقبولة ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبداللانسور اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اطلع خلاله على الاجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لتوفير السلاع والمواد الاساسية والمواد الرمضانية خلال الشهر الفضيل بجودة عالية واسعار معقولة واكد انسور ان العالم شهد انخفاضا كبيرا في الاسعار نتيجة انخفاض اسعار النفط وبالتالي فمن الطبيعي ان تنخفض الاسعار نتيجة لانخفاض تكاليف انتاجها ونقلها واشار انسور الى ضرورة التأكد من عدم وجود اختناقات في ميناء العقبة كما في العام الماضي لضمان الوفرة في السلاع مؤكدا ان بدء العمل بالساحة رقم 4 في الميناء سيسهم في ان تكون الامور سلسة اكثر من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين اكدت ان المخزون من المواد الاساسية يغطي احتياجات المملكة لفترة تتراوح بين شهرين الى ستة شهور والى انه تم وضع خطة لتكثيف الرقابة على الاسواق خلال شهر رمضان المبارك فيما اشار نقيب اصحاب المخابز الى ان المخابز ستفتح ابوابها من الساعة السادسة صباحا وحتى فترة بعد الافطار في حين اكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين ان زيادة الانتاج في الخضار والفواكه سيسهم في تخفيض الاسعار اذا استعدادات حكومية على قدم وساق لاستقبال الشهر الكريم بتوفير جميع احتياجات المواطنين ودعوة لجميع القطاعات المعنية الالتزام بالتعليمات التي تسهل على الجميع القيام بادوارهم في الشهر الفضيل اشتركوا في القناة